بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر قضايا معاصرة في التربية الخاصة ونبقى في الوحدة السابعة قضايا متنوعة في مجال التربية الخاصة ونتناول الدرس الثاني قضية إعداد وبناء مناهج التربية الخاصة اثنين ننتقل الآن لنتكلم عن الخطة التربوية الفردية حيث تعد الخطة التربوية الفردية هي العنصر الثالث من عناصر مناهج الطلبة ذوي الإعاقة اذ تؤكد على استخدامها جميع الأدبيات التربوية والممارسات العملية في مؤسسات التربية الخاصة العالمية المرموقة وغيرها وكافة القوانين ذات العلاقة بالتربية الخاصة والبحوث العلمية تؤكد على فاعلية الخطة التربوية الفردية وتمر عملية إعداد الخطة التربوية الفردية بالخطوات الواضحة أمامنا الآن تحديد الحاجات وضع الأهداف تنفيذ الخطة التربوية الفردية وسنتناولها الآن أول شيء نتناول تحديد الحاجات طبعا تحديد الحاجات يتم بناء على نتائج التقييم بتحديد مستوى الأداء الحالي للطالب وتحديد الفجوة بين مستوى الأداء الحالي للطالب وبينما هو متوقع منه إذ تحدد هذه التوقعات بناء على المقاييس النمائية في مرحلة ما قبل المدرسة وبناء على مقارنة الطالب بأقرانه في مرحلة المدرسة وثم يضع عضاء الفريق الخطة التربية الفردية في ضوء النتاجات التعليمية مثلا مرحلة ما قبل المدرسة يكون النتاج التعليم المتوقع هو الاستعداد للمدرسة وهكذا لو انتقلنا نتحدث عن وضع الأهداف طبعا بناء على الحاجات الفردية ونقاط القوة الضعف عند الطالب يتم وضع الأهداف وهي مشتقة من النتاجات التعليمية المشارئة إليها سابقا ليتم تحقيق هذه الأهداف للوصول في النهاية للنتاجات النهائية ويتم عندها تحديد من سيدرس الطالب أين متى سيبدأ التدريس يتم وضع كل من الخطة التربية الفردية والخطة الأسرية الفردية أيضا المخصر للأطفال في عمر ما قبل المدرسة وإلى ما ذلك لو انتقلنا الآن إلى تنفيذ الخطة التربية الفردية وتقييمها هنا أؤكد على أهمية استمرارية التقييم في أثناء تطبيق الخطة وبعد انتهاءها أيضا وهنا لا بد من الإشارة إلى أهمية التعامل مع ضيق الوقت المدرسي في تحقيق الأهداف المطلوب تحقيقها وهناك بعض الأساليب للتعامل مع هذه القضية موجودة أمامنا أولها ترتيب الأولويات للحاجات والأهداف والبدء بأهمها أيضا الاستعانة بأولياء الأمور من أجل تقديم المساعدة والدعم في تدريب أبنائهم على بعض المهارات مثل مهارات الاجتماعية أو مهارات الترفية أو مهارات دراسية أيضا أيضا إعداد ترتيب جدول الدروس اليومية وترتيب تدريس في خارج وقت المدرسة لبعض المجالات لأن هناك بعض المؤسسات التي تقدم تدريب على مهارات معينة مثل مهارات الحياة اليومية مهارات اجتماعية كما قلنا التدريب على بعض الأدوات مثل أدوات البصرية الأدوات السمعية وهكذا تحتاج إلى وقت في خارج وقت الدراسة أن يكون أيضا تدريس بعض المهارات بعد الدوام المدرسي مثل مثلا لغة الإشارة مثل مهارات التعرف مهارات التنقل ممكن أن تكون هذه بعد الدوام المدرسي تطور مناهج وبرامج التدريس في التربية الخاصة نقول أن هناك عدد من الأمور التي تطورت وأنا مذكورة أمامنا التطور في استراتيجيات بناء مناهج التربية الخاصة لكل فئة من فئات التربية الخاصة والمتمثلة في التعرف إلى السلوك المدخلي وقياس مستوى الآداء الحالي للطفل ذوي الإعاقة وأيضا إعداد الخطة التربوية والتعليمية الفردية وكذلك توظيف أساليب التدريس وفق مبادئ التعلم العامة والخاصة